اشتركوا في القناة والعظيم ومن عجب أن تغصب الزغرى جهارا لم يخلف أحمد إلا ابنة ولكم أوصى بها القوم مرارا غصبوها حقها جهرا ومن عجب أن تغصب الزغرى جهارا من لحاغا إذ بكت والد غاغا قائلا فلتبك ليلا أو نغارا من لحاغا إذ بكت والد غا قائلا فلتبك ليلا أو نغارا ويحهم ما ضرهم لو بكيت بضعة المختار أياما قصارا إيه والله إلى أن يقول والنبي المصطفى كم جاء غاغا ذغ الدار يطلب الإذن من الزغرى مرارا والنبي المصطفى كم جاء غاغا يطلب الإذن من الزغرى مرارا وعليها هجم القوم ولم تكلا ثتلا وعليها غاغ الخماغا وعليها هجم القوم ولم تكلا ثتلا وعليها هجم الخماغا لا تسألني كيف رضوا ظلعغا لا تسألني كيف رضوا ظلعغا وسألن الباب عنا والجدارا وسألن الباب عنا والجدارا والجدارا وسألن لؤلؤ قرطيها لمن تذرت والعين لم تشكح مرارا وسألن لؤلؤ قرطيها لمن تذرت لمن تذرت لمن تذرت والعين لم تشكح مرارا لمن تذرت وهل المسمار موتور لغا فغدا في صدرها يطلب ثارا وهل المسمار موتور لغا فغدا في صدرها يطلب ثارا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون شوفوا أخواني إذا تلتفتوا لزاق الله خير الأمر اللي حصل بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله القرآن سمى بعدة تسميات هذا اللي يعبر عنه الآن بالألسنيات أو بما يعبر عنه بالأشباه والنظائر في الدراسات القرآنية الحديثة يعبر عنه الثنيات سابقاً كانوا يسموه أشباه ونظائر أسهل مو مهم ذلك المهم المحتوى ما لتسميه شتكون العنوان شتكون ختكون المهم محتوى اللي حدث بعد شهادة النبي القرآن عنوان بعدة عناوين عدة عناوين من هذه العناوين القرآن عنوان انقلاب عنوان شنو أصور الآية ما لتها كلكم حافظيها آية الانقلاب أصور كلكم حافظيها وبالكم يعني مفشي جديد أقوله يعني بس الجديد الآن راح أبدي به بالبداية ثبت العرش ثم منقش بس احنا بعدنا بتثبيت العرش بعدين نسأله مثلاً عنوان من العناوين القرآن سمى انقلاب انقلاب وما محمد إلا رسول قد خذت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلابتم انقلاب قتل قرآن سمى فس هذا عنوان لسان من السنيات ما حدث بعد شهادة النبي سب الله عنه جواله أعطيكم عنواناً آخر عنوان آخر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شنو؟ مَنْ يَرْتَدْ فهنا القرآن شنو سمى؟ ارتداد طبعاً أنا دخلي ألف تنظركم بالبداية يعني انقلاب أو هذا الارتداد أو أسماء أخرى القرآن أشار لها هذا ترى مو فقط جرى بعد النبي والبعض يقول يعني أنتوا ليش تتهمون الأمة الإسلامية بهذا اللي صار بعد النبي ليش تتهمون الأمة الإسلامية؟ لا شنو شنو نتم أمة إسلامية؟ نتم أمة إسلامية على شنو؟ القرآن الكريم يقول دائماً أمم الأنبياء من بعد الأنبياء تبتلى بهذا المرض مو بس الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية حالها حال بقية الأمم شنو الفرق يعني؟ انت ليش تروح بعيد؟ أمامك موسى عاف قومة شكذر؟ أربعين يوم رجع لقاهم في عبدون العجل وهو حي موسى أصلاً مات يوم ما مات لما رجع القومة كان حي موسى غاب عنهم أربعين يوم رجع لقاهم خالين عجلي عبدوا أربعين يوم عبدوا عجل موسى وموسى بعد حي ما مات وأتباع موسى من بعد وفاة موسى هم الذين حاربوا عيسى وشنو يعني؟ فالشي جديد هو يعني؟ يعني ليش تستغرب من أقول أمة النبي من بعد النبي صار بيها ما صار؟ كل أمم الأنبياء من بعد الأنبياء صار عليهم اللي صار على شنو؟ على أمة موسى جديد يا سيدي والله موسى جديد أكو آية بآخر سورة البقرة هواي مهمة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فمنهم من كلم الله يظهر ولو شاء الله ما اختتل الذين من بعدهم ولكن اختلفوا بعدها يقول فمنهم من آمن ومنهم من كفر أمم الأنبياء من بعد الأنبياء القرآن الكريم يقول يختلفون بل يقتتلون وإذا اختلفوا واقتتلوا انقسموا إلى قسمين مؤمن كافر يقول القرآن الكريم أصلا القرآن الكريم سورة البقرة يقول أمم الأنبياء كلهم على هالمنوال كلهم على هالحال كلهم فأنت ليش تستغرب من أقول لك هذا الشي صار بعد شهادة النبي وصار بعد كل الأنبياء هذا وأمة النبي اختلفت وبعدها اقتتلت اقتتلت أمامك الجمل وأمامك صفين وأمامك النهروان وأمامك كربلاء اقتتلوا أو لما اقتتلوا انقسموا وقسمين مؤمن وكافر مؤمن وكافر هذا اللي صار بعد كل الأنبياء دخل أجيب لك آية أخرى حتى كلش أخليك تقنع بالفكرة لأن أنا قاعد أجيب لك آيات قرآنية وأنت مسلم وأنت تعتقد بالقرآن الكريم والقرآن الكريم يقول بالحق أنزلناه وبالحق نزل يعني القرآن كل شنو كل حق لا يأتيه الباطل يعني معصوم وإنا له لحافظون إننا حزنا الذكر وإنا لحافظون أكثر من هذا شنو تريد إنه لقول فصل وما هو بالهزل فصل لا يأتيه الباطل لحافظون بالحق أنزلناه أنا قاعد أجيب لك آيات من القرآن الكريم وأنت مسلم القرآن الكريم يتكلم عن الأنبياء والمؤمنين ثم يقول فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَلْفُونَ شون ذولا؟ أضاعوا 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 فَخَلَفَ مِنْ أَضاعوا من بعد الأنبياء ومن بعد المؤمنين إجا اتفد خلفة بتعبير القرآن الكريم ذولا أضاعوا الصلاة مولانا أول شيء أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة تبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كما يعبر القرآن الكريم قد انتبه لي هاي بالنسبة لأقوام الأنبياء بالنسبة من بعد نبينا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى القرآن الكريم يقول بصلا ينهى ومن بعد وفاة نبينا الصلاة ضيعت شون هناك أضاعوا الصلاة الان ضيعتوا الصلاة زودون هاللي مكان بيها وشالوا من هالكان بيها زودوا ونقصوا كما تعلمون يعني بس لماذا دعونا نحكي بعد فهم مو كل شيء أنا قدر أحكي بعد أمين كانت بالصلاة كانت بالصلاة زودوها وأك أمور بالصلاة شالوها حي على خير العمل بزمن الأول كانت موجودة بزمن الثاني شالها يعني بزمن النبي موجودة وبزمن الأول هم خلاها إجا الثاني شالها قال إذا الصلاة خير العمل الناس متروح للحج للعفو للجهات ونحن عندنا جهات والصلاة خير العمل راح تتكل على الصلاة وتعوف الجهات شيلوا حي على خير العمل شالوها خلوا بدالها خير من النوم شنوعين؟ أصلا أنا قاري إذا الإخوة يلتفتوني أنا قاري بصحيح مسلم وأنا دقيق يعني ويا القضية ترى ما يحتاج إلى بعد قضية مو صعبة سقبل كان تقولي أنا صحيح مسلم ما موجود عندي بمكتبتي أنا هذا المصدر ما عندي بمكتبتي الآن ما يحتاج بمكتبتك الآن أنت وقاعد قبالي تطلع التليفون مالتك إذا بي أنترنيت تكتب كلمت كلمتين من الرواية تطلح هي ومصادرها بعد ما يحتاج مثل قبل مصدر وجيب المصدر المصدر الآن هاي الكتب كلها نازلة على أنترنيت وبإمكانك أنت الآن قاعد قبالي تبحث وتشوف كلامي دقيقي ولا في صحيح مسلم يصلون صحابة خلف أمير المؤمنين لما صار خليفة رسمي هو الخليفة الحقيقي من بعد وفاة النبي بس أخصد كحالة رسمية صلوا وراه ظاهر بالبصرة لما راح للجمل بس يمكن الرواية نقلة عن عمران ابن كنف ما تذكر يقول صلينا خلف علي هذا مسلم فلما أكمل علي صلاته هذا الراوي يقول له بصفة يقول له لقد ذكرنا علي بصلاة رسول الله لا 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 مون قضية الله انت اشتفى منها ذكرنا بعد ثلاثين سنة ذكرنا بصلاة النبي يعني اشتفهم منها يعني الصلاة اللي كانت زمن النبي ثلاثين سنة جماعة شنو تاركيها مو يمها أصلا بحيث علب برى ثلاثين سنة ذكرهم بصلاة النبي هاي شنو من الصلاة هاي جاء هاي بمسلم بمسلم والله في كتاب الصلاة صحيح مسلم فأنا مسؤول شو الكلام هاي بل لقيت شيء آخر بمسلم أيضا وخي سمعوني المسلمين أنا أتمنى كل مسلم يسمعوني وقع سولف بلغة مؤدبة بها إساءة لأحد وقع عطي مصدر لا عندي مشكلة مع أحد ولا هم يحزنوا مصدر قاعد أنط إذا ما لقولهم حقي حاسبون في صحيح مسلم أحدهم يقول أسأل ما تذكر عن الرواة أنساهم يقول كل شيء قد تغير بعد النبي حتى الصلاة وقد ضيعت تشي بالنص بالنص حتى الصلاة وقد شنو وهذا اللي قال القرآن الكريم فخلف من بعض أضاعوا الصلاة وهو هذا اللي صار بعد الأنبياء صار بعد شنو بعد نبينا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا أئمتك ياك السورة الجمعة نكشفهم روح للقاضي ما تحتاجه وإذا رأوا تجارة أولا هو أن ينفضوا هنا القرآن قاعد يتكلم عن آحد لو يتكلم عن مجموعة مجموعة كبيرة إذا رأوا 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 بالجمع تجارة انفضوا إليها وتركوك هم دولا أرأيت الذي ينهى أئمتك دباوع لي أئمتك الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة هذا الفرق هذا الفرق الذين إن مكناهم في الأرض دولاك ينهون انفضوا وتركوك إهنان الذين إن مكناهم في الأرض انفضوا يؤقاموا أقاموا الصلاة هذا الفرق بين أئمتك وبين ذولاك أسوي لك مقارنة أخرى مهمة أريد شبابنا يكون أهل وعي هم مقارنة قرآنية أخرى من خلالها أنت تكشف الحقائق الصورة الصير قدامك واضحة أقزازة بتعبير العراقين هو أقزازة الصورة صير واضحة كلش واضحة أسوي لك مقارنة بأن سورة النور وسورة الجمعة حتى تعرف منهم ما الضيعة والصلاة ومنهم ما الحافظة وعليها ويقيموها سورة الجمعة تقول إذا رأوا تجارة من فضوا إليها وتركوك أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى فخلث من بعد أقضاع الصلاة هذه جهة مصادر سنية الرواية بإن في قوله تعالى في بيوت في ذيل قوله تعالى قام الصحابي قال يا رسول الله بيوت من؟ قال بيوت الأنبياء أذن الله قال بيت علي منها قال من أفاضلها قام شخص تاني وهو أبو بكر قال بيت علي منها قال من أفاضلها مثل نوره كمشكات بعدين يقول في بيوت أذن الله بعدين تكمل آيات سورة النور المتسلسلة أذن الله أن ترفع ويوتك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وشنو؟ وإقام الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقام الصلاة صار فريقين يوم فريقين فريق إذا رأوا تجارة وإن فضوا يتركوك الصلي عافوك وراحب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أضاعوا الصلاة هذا فريق أو صار أكو فريق الذين إن مكناهم في الأرض أقام الصلاة في بيوت أذن الله وبعد يقول رجال وإقام الصلاة فصار أكو فريق يقيم الصلاة وأكو فريق يضيع الصلاة بل ينهى عن الصلاة يحارب الصلاة بل يغير الصلاة أنت من الزور الحسين تقول له شنو تقول له أنت من يا فريق أبا عبد الله أنت من يا فريق أشهد أنك قد أقمت الصلاة أنت من هذا الفريق يا أبا عبد الله فريق إقامة الصلاة فلما يكون الحسين فريق إقامة الصلاة خصومه وأعداء يكونون يا فريق انفضوا إليها وتركوك أضاعوا الصلاة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أعدائك يصيرون من ذاك الفريق يعني أنت قيم الصلاة أبا عبد الله دخل لي الهوية أوضح لك إياها بعد أكثر إذا تنتبه لي أنا بس أسأل الأحبة عافوني لو ياي عاو لعاو لعاو عاو لعا عاو لعا عاو لعا عاو لعا وريد نستفيد منه أنتوا أتباع عالي البيت كونوا تعرفون أئمتكم من القرآن الكريم أريدكم تعرفون أئمتكم من القرآن الكريم حتى إيمانكم يصير راسخ ثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يثبت حتى الصيرون أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حتى الصيرون وما بدلوا من المؤمنين رجال صدقوا معه ويقولوا وما بدلوا تبديله حتى الصيرون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا حتى الصيرون وكأي من نبي قاتل معه ربيون يقولوا فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا لا يتعبون يمشونوا يا النبي الآخر الخط مو نص الطريق ويعوفوا مو صحبة نص درب هذه تحتاج قوة قلب وقوة إيمان هذا يجي من القرآن الكريم فأريد أوضح لكم الصورة من القرآن الذين إن مكناهم في الأرض شنو يقاموا الصلاة بالله انتبه لي في الأرض هم الذين يمكنون في الأرض دليل دليل مو اللي تجاوبني مو اللي تجاوبني أنا جاوب أنا من أسأل مو اللي تجاوب أنا جاوب بس أسأل حتى تنتبه لي تبقى وياي أنا جاوب الأمور المهمة اللي رب العالمين يريد يبينها أكو أمور كلش مهمة رب العالمين يريد يبين أهميتها شلون يبين أهميتها البحث صار حلو ترى موعولي الأمور الكلش مهمة رب العالمين هذا الأمر ترى كلش مهم فشلون يبين رب العالمين أنا مرة بحثت بالقرآن لقيت عدة طرق حس أجيب لك ياهن كلهن لا لأنه هذا بحث قديم أنا باحثه الذاكرة ما تسعفني يكون أراجع للبحث كاتبة بس إلى وقت أطرحها بشكل مفصل الآن أعتمد على ما تبقى في الذاكرة يكون أراجع وراقي مثلا رب العالمين من يريد يبين أمر كلش مهم يقول هذا مكتوب بالكتب السابقة كلها أنا ذاكرة هذا شنو أنا كاتبة وين كتب السابقة يعني شنو كتب السابقة توراة إنجيل زبور صحف مثلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بل تؤثرون والآخرة كذا خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم هاي قد أفلح من تزكى لأهميتها وذكر اسم ربه فصلى هاي لأهميتها أنا ترى ذاكرها بالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى يعني بالتوراة هاي مذكورة قد أفلح من تزكى بالإنجيل مذكورة بالزبور مذكورة بالصحف مذكورة وكررتها بالقرآن فاشقد مهمة تزكى طبعا نفس هذا نفس هاي الحقيقة أنه الأمر تبين أهميتها من خلال وجوده في الكتب السابقة قرآن الكريم هتش يقول عن إمامنا المهدي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها ترى هاي مال المهدي يحكم الأرض وأهل البيت بالرجعة هاي ترى مو بس بالقرآن بالزبور كتب السماء كلها يا مكتوبة ترى فهنا القرآن يريد يبين خطورة وأهمية هذا الموضوع يقول بكل الكتب أنا ذاكر المهدي ترى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها ها الشون قد أفلح من تزكى إن هذا أنا في الصحف الأولى صحف يرى نفس الشيء عفتوني أجيب لك أمر ثاني حتى أنا سأعى على شنو هذا جبته يلا فلنا الإخوة يتذكرون على شنو جبته من هم أصحاب التمكين بس أقدم لها مقدمات حتى أوصل المحل الشاهد نوصل أنا وياكم أجيب لك أمر ثاني على شنو أمر ثاني قرآن مني يعني أسلوب ثاني القرآني من خلاله يبين أهمية أمر ما شنو؟ القرآن يكثر أقسام على أمر ما يكثر شنو؟ طبعا لعلم الأحبة القسم في القرآن مرة قسم واحد مرة شنو؟ اثنين مرة شنو؟ ثلاثة أربعة خمسة اهدعش اهدعش أكثر قسم بالقرآن شكثر؟ اهدعش قسم والشمس وضحاها يقول ونفس وما سواها هسا تحسبوهين تحسبوهين من نكمل روح افتح القرآن الكريم بس احسبهن عدل مشكلة بيك بتقول هذا الشيخ حتى ما مضبوط مهدعش أقل لا احسبهن عدل يعني شتون نحسبهن عدل؟ خلأ وضح لك والشمس قسم وضحاها هاي اثنين احسبهن مواحد مثلا ونفس قسم وما سواها يعني الله يقسم بذاته هو سوا النفس هذا قسم واثنين وهكذا هتحسب عدل يعني راح من الدقق تلقاهن كم قسم اهدعش اهدعش قسم تدرون حتى شي يقول قد افلح من زكاه واقعا الانسان يعني يشعر بتقصير الله التسكية يبين اهميتها يقول كتبتها بصحف ابراهيم وموسى تسكية النفس هنانا يصدرها بهدعش قسم اهدعش قسم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها اولي علينا نحكي ومن طبق اولي علينا اولي علي انا لاحكي اولي عليك انت تسمع والله العظيم حسابنا يوم القيامة انا المتحدث وانت تسمع حسابنا شون يوم القيامة ما عرف بس هو رب العالمين كون يرحمنا اكثر من هذا ما اقول طبعا المشكلة انا حسابي اكثر منك ما يلفظ من قول الا لديه وانا قاعدة سؤال في براسك والله يرحمنا ويرحمك ما اقول غير هذا الله يرحمنا ويرحمك انا اخوة اعترف امامكم كل قصور وتقصير واحد تكون يصير صادق على منبر الحسين املي وطمعي برحمة الله وبكرم الله وإلا على اعمالنا الشغلة تعبانا حقيقة تعبانا وطبعا شفاعة محمد وآل محمد الله صدق على محمد وآل محمد صدق يعني في زيارة الجامعة اهل البيت ما عنديني الرحمة هذا شوي خلي عندنا امل وإلا شنو خلي شوية مثل ما خوفتكم خلي شوية اطمعكم برحمة الله المؤمن كون يعيش بين الخوف والرجاء لا بس خوف ولا شنو بس رجاء لأن إذا بس خوف راح ييأس من رحمة الله وإذا بس رجاء راح يطمع بالمعصية والعياذ بالله فالمؤمن كون يصير منا خوف ومنا شنو ومنا رجاء حتى لا ييأس ولا يطمع بالمعصية دبعوا لي خلي شوية أطمعكم برحمة الله وبكرم الله وبشفاعة آل البيت عليهم السلام وبنور آل البيت وببركة آل البيت أكثر آية بيها رجاء بالقرآن شنو أعيد السؤال مو اللي تجاوب مو اللي تجاوب بس إذا عندك جواب لا بأس أكثر آية بيها شنو رجاء في القرآن شنو بالكم أطرق آية لا ها قصة هاي هم من آيات الرجاء يرجونها ها من آيات الرجاء بس المفسرون عندهم آية يقولون هاي أرجاء آية في القرآن مو هاية آية أخرى يظر الأخوة ما عندهم فكرة أقولكم المفسرون يقولون أرجاء آية بالقرآن هاي أئمتنا يقولون لا يخالفون المفسرين أئمتنا بالبداية المفسرين شي يقولون مفسرون شي يقولون أئمتنا شي يقولون يقول المفسرون أرجاء آية في القرآن هي قول الله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله يا شوان أولها أسرفوا قل يا عبادي مو الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم أسرفوا لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا أسرفوا 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 بالذنوب التي يأسون الله يغفر الذنوب كلها بتوبة الله يقولون المفسرين يقول المفسرون هذه أرجاء آية في القرآن للرحمة والرجاء وعدم اليأس أئمتنا يقولون لا أكو آية أرجاء آية أخرى أرجاء آية شنو يا ابن رسول الله قال أرجاء آية طبعا هاي واحد قال الإمام الصادق قال شنو عدكم أرجاء آية بالقرآن قال مثلا هاي أسرفوا على أنفسها يغفر الذنوب جميعا قال هاي أرجاء الإمام قال لا مو هاي قال شنو يا ابن رسول الله قال أرجاء آية في كتاب الله قول الله تعالى بالله تفتؤلها وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى طبعا هنا يعطيك أل من يعطيه النبينا شي يعطيه الشفاعة وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ زين يعطيك صيغة مضارع يوم ومضارع مضارع المضارع دال على الشنو على الاستمرار والتجدد فشفاعة النبي تتوقف لو ما تتوقف فقال وَأَمَّتْنَا أرجاء آية هاي الآية وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى يُعْطِيكَ يُعْطِيكَ شكرا ما تريد أخذ فقال وَالنبي يشفع 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 بحيث هو النبي يقول يقول من شك في شفاعتي لا أنا له الله شفاعتي الدنيا يوم القيامة حتى الأنبياء الصيح نفسي محمد يصيح الناس أمتي مثلا يقولون أرجاء آية آية شفاعة النبي فتوقع النبي جد يشفع صلى الله عليه وآله اللهم اجعلنا من المشمولين بشفاعته أيو الله نحبك يا أبا الزهراء نحبك يا أبا فاطمة ونحب عترتك الطاهرة ولسوف يُعْطِيكَ إخواني شوف بالله شوفني مرة أنا أنطيك هاي السبحة الحسينية أقول لك هاي هدية مني إلك أنت هم تقبلها وتقبلها وتخليها بركة بجيبك وتسبح بيها يعني أنطيك شيء أنت ترضى بي أنت تحبني فأنا كل شيء يطلع مني شنو كل شيء أنا تقبله مني تقول زاك الله للخير ما دامها منك طبعا تربى الحسينية ثمينة هي بحذاتها ثمينة بش أنطيك قلم يا شلية شوف الله هاي ثمينة أنطيك قلم عادي أنت لأنه أنا مطيكيا شنو ترضى بي وما ترضى ترضى بي مرة هتشي مرة أقول لك لا تعال أخذ شتريد من عندي حتى ترضى مو أعطيك هذا وترضى بي لا لا تعال أخذ شتريد إلى أن ترضى أنا فاتح لك باب بيت شتريد أخذ إلى أن أنت ترضى تقتنع الله مو يقول للنبي هاك وارضى ومشي لا يقول له ولا سوف يعطيك مضارع ربك فشنو فترضى إيش قد ما تريد أخذ إلى أن ترضى شنو هاي ولهذا أئمتنا قالوا هاي أرجى آية في القرآن نبينا ما يرضى إلا يدخل شيعة أهل البيت كلهم للجنة وهذا اللي ورد بالروايات أنه الزهراء يرضى الله لرضاها ادخل يا جلل لن أرضى أنا شفت هاي الرواية قايلة في مجلس سابق وشفت دول أهل التكفير مقطعيها ويستهزئون يسخرون بيها واستهزئ بيها وأضرب راسك بالحايض بس أنت لا تقدم عندي ولا تأخر شنو أنا أئمت مني يقولون أنت شنو عندي بعض اسخر ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواء انكذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون شنو يعني ادخلي إلى الجنة يقول ما أدخل ها فاطمة يقول لشيعة أنت ترضى لرضاي أنا بعدني مراضية أريد شيعة أين شيعة هاي بعدين أين محبي شيعة بعدين من سق الماء وأطعم الطعام على محبتي فينادي المنادي أين من أطعم الطعام وسق الماء على محبتي فاطمة هم أهل البيت معدن الرحمة يردون أن ينقدون الناس شنو المشكلة بيها الله رحمن رحيم كريم والزهراء كريمة شنو يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهاي الرحمة ريتش من الناس يوم القيامة شنو المشكلة يعني هكوا بيها مشكلة بس هو المريض يسخر أنا سكلامي على شنو جبته شلون انتبت صار أكوا عندنا فريقين فريق ينهى وفريق أقام ذول العقام والقرآن كان يقولون مكناهم في الأرض شنو أقام الصلاة فمن هم الذين يمكنون في الأرض هنا أنا شوية ما جاوبت رأساً انجريت الموضوع آخر القرآن لما يريد يبين أهمية أمر ما بأي وسيلة بأي أسلوب بأي طريقة جبتلكم طريقة أولى يقول ذاكرة بالكتب السابقة جبتلكم طريقة ثانية يكثر عليها شنو أقسام أكو طريقة ثالثة يذكر بألفاظ ثقيلة يذكر شنو بألفاظ ثقيلة مثل شنو هنا أنا ما مكنا بس هاي الليلة ما راح أقولكم إياها لأنه لو بعد عندي وقتان قصة هاي اللي أكرر ما عندي وقيت ها زين شاء أقول هذا عندي وقت حقيقة من الحقائق القرآن لبين أهميته شون يبين أهميته من خلال ذكرها بألفاظ شنو ثقيلة مثل شنو هنا هاي تشمل التمكين وعد الله الذين آمنوا وعده شنو وعده وعده شون حجاية الله يعد الله يعد ولهذا ذولا يطلعون على فضائيات التفخيخ والتفجير والتكفير يسخرون من إمامنا المهدي واعتقادنا بإمامنا المهدي وأنا هذا إمامكم هاكم مئة ألف دولار طلعون من السرداب أقولهم أنتم تسخرون من وعد الله ما تفتهمونا شا سوي إن تقاعد تسخر من قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور إن تقاعد تسخر من قول الله تعالى وعد الله تقاعد تسخر من الوعد الإلهي تشون تحسب روحك مسلم آخر وتسخر من هذه العقيدة القرآنية المكتوبة بالتوراة بالإنجيل بالزبور بالصحف بالقرآن وتسخر من نفسك إنت وعد الله سؤال الله يخلف الميعاد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الله أكبر ليستخلفنهم في الأرض هس أرجع للآية حرف حرف هاي الآية مرعدة هاي الآية متخمة هاي الآية متخمة بالحقائق متخمة تعرف شنو متخمة متخمة فكون أوقف عندها كلمة كلمة بس قبل لا أوقف يمها كلمة كلمة بس خلي أوصل للتمكين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كمل كما استخلف الذين من قبلهم بعد وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ونشنو وليمكنن لهم شو يمكن دينهم الذي ارتضى شوف الشفرات دينهم الذي ارتضى لهم ارتضى لهم سؤال رب العالمين ماذا وقت ارتضى الدين وقال من ارتضى الدين وبشن ارتضى الدين اليوم الغدير اليوم اكملت لكم دينك وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام بثمنطعش بالحجة قال رضيت هنا أنا شي يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم دينهم ما يقول ديني دينهم دينهم الذي ارتضى لهم بثمنطعش للحجة دين الولاية ولاية أمير المؤمنين ذونا اللي الله ارتضى دينهم بثمنطعش للحجة الله وعدهم ليستخلفنهم في الأرض الله وعدهم في القرآن يتكلم عن القضية المهدوية بالظهور والأئمة بالرجعة من بعد الظهور يقول وعده هذا وعد مني بعدين أنا أسألكم بالله أنا بحث الرجعة كملت يصير ثلاثين ليلة ورت تطرح قبل أربع ستين خمسة بس خفت لأن بيه بعض الأمور اللي شوية صعب الناس تقبلها فتركت وإلا بحث طويل الذين من ثلاثين ليلة كملت عن رجعة الأئمة بعد الإمام المهدي من خلال القرآن والروايات ثلاثين ليلة ولكن تركت من أربع ستين تقريباً تركت خوفاً من طرحها بعض حقائق ما تتحمل من قبل الناس فتركت وإلا بحث الرجعة طويل الذيل أنا أقول لكم قضية رب العالمين خالق الأرض حتى يحكموها الأشرار لو الأخيار قبل هذا السؤال بما تبقى لي من الوقت ووقت ماضى العدي قبل هذا السؤال أسأل سؤال آخر عفتوني يمكن أنا رجل تختم أنتوا قلتوني بعد شوية وما تتعبكم سؤال الأصالة يعني هذا الكون مبني على أصالة الحق والباطل الحق إذا مبني على أصالة الحق المفروض يحكم الأخيار لو الأشرار الأخيار 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 جد حكموا من بداية الأرض اليوم لا تستعجلون بالجواب بس لعنده فكرة خيجاو يعني قبل أمير المؤمنين يعني أنت مثلا داود حكم داود حكم واحد سليمان حكم يوسف حكم ثلاثة ذو القرنين مو نبي بس عبد الصالح حكم أربعة النبي بالمدينة خمسة الإمام علي ستة دول الأخيار اللي حكموا الأرض من الله خلقها لليوم يعني أكثرية لو أقل من الأقلية ها يعني من مية وأربعة وعشرين ألف نبي الحكمه ويمكن أربعة ستة سبعة كل الأخيار اللي حكموا جيد والبقية الأرض مولانا لازميها من ظالم الظالم ومن طاغوت الطاغوت ومن فاسد فاسدوا لليوم من فاسد الفاسد جيد رب العالمين خالق هاي الأرض على مو دول الفاسدين يحكموها سواد عيونه أخو رب العالمين لما يكون حكيم الحكيم خالق الكون على أصالة الحق يعني حكم الأخيار كون يصير شنو أكثر من حكم الأشرار والله أحنا لحد الآن من تاريخ آدم لليوم اللي نشوفه حكم الأخيار أكثر يو الأشرار الأشرار زين الحكيم يقبل أن يجون الأخيار يعني يجون إمام المهدي ثلاثين سنة يحكم ويقول يلا الحاق فللحق في مال الله ينقتل إمام المهدي وتقوم القيامة فحكم الأشرار مليون سنة وحكم الأخيار ثلاثين سنة ونقول انتصرنا هذا يصير الحكيم يسويها شنو هالكلام هذا شنو هالكلام هذا أئمتنا يقولون عمر الأرض من بعد الظهور والرجعة أكثر من عمرها ما قبل الظهور والرجعة صدقون هو هذا بحث الرجعة اللي أخاف أطرح على المنبر يعني الراح إلى أن يطلع الإمام المهدي أما ما ندري أما وقت يطلع الإمام المهدي أما بعد ألف سنة ما ندري بيد الله تعالى يقولون مما إلى أن يطلع الإمام المهدي هذا المشى من عمر الأرض ما يشكل فرضا ثلاثين بالمئة من عمر الأرض والسبعين راح يجي بعد الظهور والرجعة فتوقع الأئمة شقدر راح يحكمون عليهم السلام حكم الأخيار كون يصير أكثر من حكم الأشرار القرآن ذيك المرحلة راح تجي يعبر عنها وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض مرة يعبر عنه وعده مرة يعبر عنه كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض الأرض يرثها أن الأرض يرثها عباديا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله أنت لما تريد تسخر من هاي العقيدة أنت تسخر بآيات القرآن الكريم تسخر من القرآن أنت خدته أنا أعجب على هؤلاء والله ذولة بأي مدرسة متعلمين فاهمين ذولة من القرآن الكريم شنو ذولة شنو ذولة أكتفي بذلك إن شاء الله ما تجاوزنا الساعة بكرة نكمل البحث البحث مهم عندي بكرة نكمله إن شاء الله هذه ليالي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء لهفي لها لقد أضيع قدرها لقد أضيع قدرها لقد أضيع قدرها يا وصفه لهفي لها لقد أضيع قدرها حتى توارى بالحجاب بدرها تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد عن البيان وما أصابها من المصاب مفتاح بابه حديث الباب إن حديث الباب ذو شجوني مما به جنت يد الخؤوني بعدين يقول أبيات اللي كلكم حافظيها وتعرفوها ولست أدري خبر المسماري هذا بعد محفوظ سل صدرها خزانة الأسرار وجاوزوا الحد بالأطم الخد شلت يد الطغيان والتعدي إيه والله شلت شلت يد الطغيان والتعدي بعدين يقول ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى ومن سواد متنها سود الفضاء يا ساعد الله الإمام المرتضى لقد جنجاني على جنينها فاندكت الجبال من أنينها والله فاندكت الجبال من أنينها أبيا قمت للباب لا جنما علي احجاب يا ويلة علي احجاب الله ليضطيهم إن شاء الله أبيا قمت للباب قمت للباب قمت للباب يا أبيا قمت للباب لا جنما علي حجاب حسبيا الركز من الذة خلف الباب أبويا من الذي تخل في الباب عصرني يا بويا وجيني ننصاب يا بويا ومعزني أليست منا يا بويا يا بويا ومعزني أليزت منا أليزت منا أليزت منا هل أيزت منا يا ويلي يا والله يا ويلي عليك فضة تقولها جئتها وراء الباب فتحت الباب عنها بس شافتني صاحت يفض وانا بحسيا وانا بحسيا خلي يشوف دمعي على الخدي يفض انكسر ظلعي وطاحي الجنين يفض عز خلي احضر الكرار خلي احضر الكرار سيدتي علي اخدوه ودخلوه من الباب الداخلي للمسجد وسد الابوابه ان لا بابه دخلوه على الباب الداخلي قلت لها لبسين عبايتي خليني ادخل خلف امير المؤمنين وضعش ما يتحمل جنيني تصاقط اضلوعش مكسره ما تقدرين يا بنت وشوفي وحالج ما تقدر انتوك فيه على رجليج قلت لها لزميني من ايدي واتك على الحسن والحسين لبسين عبايتي ادخليني خلف علي ظل يردون علي بايع علي ما يبايع اذا ما بايعي قتلو كون اخلص علي سيدتي والله حالتش ما تسمح قالت لها ابدا خذيني خلفه لبستها عبايتها ولزمتها من ايديها من ايديها هالشكل هذا لزمتها من ايديها واجه الحسن والحسين وقفوا قدامها خلت ايديها عليهم وفضل ازمتها وقلت لها دخليني للمسجد دخلت للمسجد الجماعة ما تروا يتوقعون فاطمة رح تدخل المسجد فاطمة قضوا عليها خلف الباب انفتحت باب امير المؤمنين على المسجد دخلت الزهراء واذا بيهم يسمعون صوت خلوا ابن عمي او لا اكشف للدعاء رأسي واشكو للاله شجوني رجعوا لها قنفض ضربها ما رجعت رجعوا لها ابن الوليد ضربها ما رجعت ابدا حالوا بينها وبين امير المؤمنين ابتعد عنها علي زينيا ما تقدر توصل لبعد شو تسوي صار اكو بينهو بين علي حاجز اشتوت شافت علي ابتعد عنها يقول الطبرس صاحب الاحتجاج فمالت الى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله واخذت تنادي عند قبر ابيها يا ابتاه يا رسول الله ثم قالت والله ان لم ترجعوا علي لأكشف عن راسي وادعو الى ربي الله اكبر قام الصحيام قبر ابوها الطبرس يقول قام الصحيام قبر ابوها يقول الامام الصادق ارتفعت حيطان مسجد النبي حتى اذا ارادت داخل ان يدخل من تحتها لدخل غضب الله لغضبها غضبت الزهرات تريد تكشف عن راسها علي ابن ابي طالب وصل قريب المنبر سمع صوتها الصيح وراه هاي فاطمة دخلت سلمان قال نعم فاطمة دخلت للمسجد قال لش قاعد تقول قال لها تقول تركوا علي لو اكشف عن راسي تأذى امير المؤمنين قال لها سلمان ادركها قبل ان تقلب الدنيا باهلها اشوف هبة ريح بالمدينة اصطفقت الابواب قبل لا ينزل العذاب اركض للزهراء اجاه سلمان يركض يقول والله كشرت قلبي من شفتها ما اقدر تصمت قدامه يقول شفتها ترجف كلها ترجف فضة لازمتها بقوة حتى مطيح وخال ايديها على الحسن والحسين يباوعونها ويبتشون توقع الحالة انت قلت لها سيدتي ان الله بعث اباكي رحمة قلت لي صحيح ولكن يا سلمان هل رأت عينك هل سمعت اذناك ان امة صنعت بابنة نبيها كما صنعت هذه الامة سلمان لقد كسروا اضلاعي اسقطوا جنيني سلمان وحق ابويا ما ارجح الا بعلي لو اكشف عن رأسي ماكو مفاوضات انا وياهم لو هاي لو هاي خافوا رجعوا لها علي اجي الامام سلام الله عليه اخذها ودخلوا ياها للبيت او سد الباب وكفة قبالة قلت لي ليش اتشي ابا الحسن ليش اتشي امير المؤمنة تقول لا لو جن من ولا مصدري وبدي لاز مظلوحي والله محزن زقط من عندي وتجري المحزن دموحي وانت يصير ما تقعد يا حيدر ترد روحي علي دمي يسيل من صدري ودم على الوجن يجري وانت يصير ما تدري هذا موقف الزهراء خلصت بي علي من الموت من القتل اكو موقف ثاني الحسين طاه على الرمضاء وركضت لأخيتها متريدة خلصة مثل امها الزهراء الشاعر يقول رجعت علي ردي اتعلي ورجعت يا الزغراء بل زيانة بتقوم وتقع الغبرة شوكيت يا با ع الغبرة ع الغبرة من طاحب الام من ضغر مغراء وصلتي بس ابو السجاد فاتمرة يا باب السجاد فاتمرة فاتمرة بيت الدعاء واسألكم الدعاء شلون اجت بتقول لا يحسين يحسين جيات شلون جيه يأشرون يبنم علي خويا يقولون هايا الهاشمية محتارة وتضر جيوش ومية عتبي مو عليك يا ابا عبد الله يا با امية امية نعتبي على راعي الحمية عباس خويا قوم لي يهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه